الستشين اليوم وهذا النشاط اليوم الذي يقابه الرئيسان رئيس حمد بن شخ وازواني ورئيس عبد المجلد تقوم وفعلا يدخل في إطار استراتيجية يبدو أنها واضحة لعجلين خاصة الفضور الجانب الاقتصادي وتدليل الصعاب فيما يتعلق باندماج الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا ومنطقة طاربة إبريقيا وحتى دول الساحل وبالتالي هو نشاط له دور كبير على الساكنة ما تعلق بمستوها المعيشي وبدخلها الوقني وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الإسرعات تدخل في صميم المتطلبات التنمية للمغرب العربي وإفريقيا وبالتالي تعتبر هذه الخطوة خطوة هادثة وستكون لها نتائجها المستقبلية في إطار تضاعف تنميات التصعب مؤشرات التبادل التجاري واندماج الخبرات وبالتالي استئثار عن كل البلاد التي ستكون لها يعني الآن ستستئثر بهذه الإسرعات متعلقة بإقامة منطقة حرة في منطقة تندوف